ضبطت الشرطة الإيطالية في ميناء جويتاورو في منطقة كالابريا جنوب البلاد 932 كيلو جراما من الكوكاين الصافي كانت مخبأة داخل حاوية بلح بحر مجلد آتية من تشيلي وأفادت الشرطة في بيان بأن قيمة الكميات المضبوطة تقرب من 186 مليون يورو في السوق السوداء ويخضع ميناء جويتاورو في كالابريا لمراقبة خاصة منذ سنوات من السلطات الجمركية وقوات الأمن الإيطالية لأنه يشكل أحد المنافذ الرئيسية لإدخال المخدرات إلى إيطاليا وأشار بيان الشرطة إلى أن عملية الضبط الخميس حصلت بعد تحليل للأخطار على أكثر من 2200 حاوية متأتية من القارة الأمريكية مع استخدام مسحات ضوئية خاصة